حين نقلب صفحات الماضي القريب ونتفحص سجل النظام السابق لا يعني أننا نفعل ذلك للتنكيل بالرئيس ونظامه وقد سقط النظام وأصبح رئيسه في ذمة التاريخ لا ليس الأمر كذلك إنها شهادة ضرورية للتاريخ وعبرة لمن جاء بعده ثم لتعريف المواطن بحقوقه ولتذكير الحاكم الجديد بأن حكم التاريخ لن يرحم ولا يمكن ستر عيوبه بغربال يقول المعجبون بالراحل صدام حسين إنه لم يسرق ولم يختلص والدليل على ذلك أنه لم يخلف أموالا وقصورا لأسرته والثابت أن جميع القصور الرئاسية الباذخة والمنتشرة في جميع أرجاء الوطن مسجلة باسم ديوان رئاسة الجمهورية هذا صحيح والسبب في تقديري يعود إلى إيمانه القاطع بأنه ملك العراق من الآن وإلى أبد الآبدين ولا بد من الاعتراف بأن الحياة التي عاشها هو وعاشها أولاده وإخوته وأبناء عمومته وأبناء أخواله وبعض أقاربه وكبار أتباعه المؤتمنين كانت حياة باذخة مترفة إلى أبعد الحدود ولم تكن كما كانت حياة عبد الرحمن عارف والزعيم عبد الكريم خاسم ولا نور الباشا السعيد وملوك العهد الملكي الفقير طبعا ليس المطلوب منه وهو رئيس الدولة ولا من رؤساء الدولة السابقين أن يكونوا فزاهدين ولكن أن ينفقوا أموال الشعب العراقي بالمعقول ويكفي أن نتذكر ما كان يجري في أعياد ميلاده الباذقة كل عام ويحكى أن الغزال الذي كان يفضله في طعامه كان خدمه يطعمونه الهيل ليكون لحمه بطعم الهيل ولا ننسى طبعا عشرات الأسود والنمور التي ضمتها قصور عدي ومئات السيارات الثمينة الباذقة التي غضب الوالد ذات يوم على ابنه فأحرقها ترجمة نانسي قنقر